هل تعرفون الأعمى الذي أبصر على انحياز هوية الدم وليس على اللون؟ الدم الفلسطيني الذي سال في شوارع جنين والياسمينة في نابلس واحترق ذات الدم في حوار وقال العالم آنذاك بما فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذا الدم الفلسطيني مجازاً في القول سيقود لدوامة العنف لكنه الميزان الأعوج كان يهدف لتخفيف وطأة الغليان الفلسطيني ضد الإسرائيليين وما يفعله المستوطنون بغطاء الحكومة الإسرائيلية أساسة الفلسطينيون التقطوا هذا الانحياز لصالح الفلسطينيين على أنه فرصة للسلام والسلام بطشه صار قهراً في حوار وحمص الفوق وهناك في الأقصى والسلام قبل الأمس كان يرتدي جنزيراً ينهج طريق أحلام اللاجئين في مخيمات جنين ونور شمس وبلاطة هل أدرك الاتحاد الأوروبي الذي قطع مساعدات التنمية للمجتمع الفلسطيني أن الخيمة الذي قدمها لعائلة أبو كباش في الأغوار بدلاً من التي دمرها الاحتلال قد دمرها الاحتلال لا يدرك أن خلية شمسية محطمة في الضفة صارت خلية مقاومة في غزة يتعجب العالم لذلك لم يطلب الفلسطينيون مالاً ولا سلاحاً تكفلت بذلك سواعدهم وحجاراتهم منذ قبل واليوم صدرهم العارية وعقولهم المثابرة لم يطلب الفلسطينيون من العالم إلا أن يرى أراك ولا تراني أما اليوم فدماء الأطفال والنساء وكبار السن وحتى أولئك في ريعان شبابهم ليس دمهم بقدسية دم الإسرائيلي لا رائحة له لا لون له لا صدى له فالعالم اليوم لا يرى ولا يسمع وإن تكلمه فلا إنسانية له